يعني يا حريك شايفة ان فيه نوع يعني من الانفتاح حتى يعني ياسري علينا وياسري على العالم طبعا لكن داخل المجتمع هل فيه محاولات يعني لتضييق الحياة لحد ما؟ لانه بقى فيه افكار الحقيقة بتسيطر على انه انت اللي بتعمله ده غلط وده حرام وده ما يصحش وده في النهاية ترهيب بالدين ده شيء في منطقة الخطورة لانه وخصوصا في سن مبكر انه في النهاية الوسطية يعني نرجو هذا لانه قطعا يعني التكرار مثل هذا الموضوع يعني بيخلق نوع من الافكار المتشددة جدا بتخبف اكتر منها بتحبب يعني انا ممكن افتكر هنا جملة كانت فيه فيلم سينمائي وده بمناسبة يعني تأثير السينما ايضا على عموم الناس انه كان فيه فيلم سينمائي فعلا البطل بيقول لربنا سبحانه تعالى بيقوله انا مش هعمل الموضوع الفلاني ده عشان انا بحبك ايوه مش لقيني بخاف منك انا بحبه طبعا زي بالزبط لما بتحب حد مش عايزة تزعليه انت فعلا مش عايزة تزعليه وبعدين الواحد دايما طبعان في انه ربنا رب كريم وبيغفر فانت دايما بتبقى عارفة ان ربنا غفور رحيم فالاحساس بانه انا بعمل كده عشان انا خايفة منه يعزبني ويعملني لا طبعا لانه الخايف من شيء ممكن يبقى حتى ضميرك حتى اللي جواكي ممكن بتتمني مثلا تمني زوال النعمة عن الاخرين وهو ده زنب شديد انما انا ممكن يبقى بتحكلك وانا بتمنى زوال النعمة عنك هل ده بقى يبقى دين وهل ده يبقى صح فالموضوع فعلا ربنا رب قلوبه ده شيء بيني وبين ربنا ما حدش يدخل فيه خالص والنوع ده من الحوارات او البرامج اللي بتخوف او بترهب مفروض الحقيقة تبقى برامج غير مسموح بيه صحيح يعني سؤال اخير ايه اللي بتتمنيه للمجال الاعلامي والمجال الفني في مصر بوسي انا مؤمنة ايمان شديد جدا جدا باهمية القوى النعمة في كل شيء خصوصا لو امور يعني فيها جدل اي امور مصيرة للجدل لما بتوصلي الرسالة من خلال عمل فني من عمل درامي اغنية حوار بيت شعر بيوصل اسهل بكتير وبيوصل بشكل ما فيهوش اي نوع من الرسائل الموجهة اللي هو انت كذا انت كذا بتوصل بشكل مستحب جدا